السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشرح ونحلوا درس وتمارين صفحة 61 لسنة الرابعة متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحل التمارين يفيدكم وتستفادوا مع لكم غير تبعوا معي تلميذي سنة الرابعة متوسط نبدأ على بركة الله بسم الله task 38 my class is going to interview jk rowland each one of us رايح هنا رايحين القسم التحكم رايح يدير interview jk rowland رايحين نبحثوا لها مجموعة من الأسئلة اوكي انتوما وشاحين ديروا رايحين توجدوا مجموعة من الأسئلة وتقروا هذيك الأسئلة لزملائكم في القسم رايحين تسقصيوا الأسئلة لjk rowland رايحين تسقصيوها على her childhood memories هل ذكريات الطفولة انتحة كانت good or bad كانت مليحة ولا ماشي مليحة her school memories ذكريات المدرسة انتحة هل كانت good or bad her books عندها هي كتبت بزاف ككتب عندها البوك الوحيد المعروف اللي هو هاري بوتر اللي شفناه في الكتاب رايحين تسقصيوها عليه سؤال تسقصيوها عليه كيفاش كتباته وعلا كتباته من أين استوحت الوحي الإيحة إلى غيرها and her experience as a writer وتسقصيوها على تجربتها ككاتب أو كاتبة نطرحوا أيضا أي سؤال آخر حابين تعرفوه بشرط أنه ما يكونش سؤال شخصي جدا إذن هذو الأربع نقاط رايحين تطرحوا بهم أربع أسئلة هذه الأسئلة بالواسطة انت هذه الأسئلة ومن بعد رايحين نبحثوا رسالة لجاي كي رولين نطرحوا عليها الأسئلة اللي قدمناها بعد ما تقوموا بكتابة هذه الأسئلة في القسم تتناقشوا رايحين تخدموا مجموعات تتناقشوا على أحسن سؤال وأفضله في المجموعات تخيروا ثالثة أسئلة تكون هي المخيرة أوكي وهي المليحة كامل تكتبوها في الانتربيو وفي الرسالة اللي رايحين نبحثوها الجاي كي رولين أوكي رايحين تخدموا جروب جروب مجموعة مجموعة ومن بعد تقروا وين رايحي الأسئلة اللي رايحين تكتبوها في الرسالة انتحكم إذن أنا ندلت لكم مجموعة من الأسئلة وأنتم كل واحد يدير الأسئلة كما يحب إذن كيف كانت الطفولة انتاعك هل تتذكرين ذكريات الطفولة انتاعك أو ذكريات المدرسية انتاعك كيف تصفين خبرتك أو تجربتك ككاتبة who was your ideal teacher at school تقدروا تطرحوا عليها أيضا هذه الأسئلة شكون كان الأستاذ المفضل انتاعك شكون هو الأستاذ اللي عاونك وتحبوا تزيدوها سؤال زيد زيدوها تحبوا ما تديروهش ما تديروهش فقط تقيدوا بالمطلوب بهذه الطريقة تطرحوا الأسئلة ومبعد غير تخيلوا الأسئلة اللي تتفاهموا عليها وهي أفضلها تكتبوها في الرسالة شوفوا معي الرسالة كيفاش نكتبوها هنا مدونا المثال انتاع الرسالة واش نكتبو فيها عدنا في الأعلى المعلومات تكتبو الاسم انتاع القسم اللي هو class الاسم انتاع المتوسطة هنا zip code zip code اللي هو الكود انتاع الولاية انتاعك تكتب الرقم انتاع الولاية انتاعك فور اكزامبول قسنطينرا تدير 25 زائل 3 أصفار خمسة وعشرين ألف سكيكدا فور اكزامبول واحد وعشرين واحد وعشرين ألف هذا هو zip code وتكتب الجيريا تكتب التاريخ ثم تكتب العنوان انتاع جاي كاي رولين اللي هو موجود أمامنا ثم نبدوها بـ ونبدو الرسالة انتاعنا المقدمة رايحين تعرفوا فيها القسم انتاعكم المدرسة انتاعكم اسم أستاذ اللغة الإنجليزية انتاعكم ثم تكتبو لها علاه بعثتولها هاذ الرسالة وتمدو لها الأسئلة الثلاثة اللي راكم حابين تطرحوهم أعليها ثم تحت تشكروها على زم ما تطلبوا منها بإحترام أنها تجاوبكم وفي الأخير تشكروها على الإجابة انتاحة وفي الأخير تعال الرسالة تكتبوا best regards اللي هي الأمنيات ولا عبارات الاحترام اللي نختم بها الرسالة ثم تكتبوا names اللي هما الأسماء انتاع المجموعة اللي بعثتولها الرسالة انتوما كتلاميذ تكتبوا كامل الأسماء انتحكم وتديروا signature اللي هي التوقيع انتاع الجروب انتحكم إذن هذا هو the layout ولا هو المخطط انتع الرسالة اللي تتبعوا عليه وتكتبوا شوفوا معايا إذن هنا القسم كل واحد يكتب القسم انتاعه عدنا class 4 am 2 هنا المتوسطة ابن باديس middle school وتديروا الموقع انتحها وين جاية بالضبط وشنو هي الولاية ولا المنطقة الموجودة فيها المتوسطة انتحكم بالضبط عدنا zip code درت هنا 26000 اللي هو فانتسيس مثال 26 هي المدية زيدوا لها ثلاثة أصفار الجيريا تاريخ كتابة الرسالة اللي هو 26 january 2023 ثم تكتبوا المعلومات انتع جاي كي رولين اللي هو العنوان انتح اللي راه موجود انا هنا كتبته مكملتوش اكتبوه انتوما لأنه موجود في الصفحة ثم نبدأوا في الرسالة اهنا فقط اعتذر كي صورت هذا الجزء جني شوية مظلام وذو كتبان لكم الرسالة واضحة اهنا قلنا الهاب اللي سمعنا الانتربيون تاعك وقلنا عليه في القسم اللي درتوه مع الامريكان سكول تلجرن والأستاذة مدتونا كتمرين في القسم مدتنا الأستاذة باش نكتبوه أسئلة خاصة بالانتربيون which we are sending it to you mrs. mrs. our questions are رحنا دوكات خلنا لها في الموضوع اللي هو الأسئلة انتعنا هي how was your childhood do you remember your school memories how do you describe your experience as a writer وهنا الأسئلة تحبوا تزيدوا فيها زيدوا كل واحد يطرح الأسئلة اللي هو يعرفها we will be waiting for your answer mrs. Rowling as soon as possible نتمنى وننتظر الجواب انتعك في أقرب وقت with all respect ثم تكتبو 4 a.m. 2 وتكتبو الأسماء انتحكم كاملة وتديروا التوقيع انتع المجموعة أنا هنا درت لكم رسالة مختصرة تحبوا تزيدوا الأسئلة ولكن ثلاثة أسئلة تكفي لأنه المطلوب هو ثلاثة أسئلة نتمنى شاء الله هاد الفيديو مع الشرح والحلول تكون فادتكم وستنوا نتلقاه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وابقاوا على خير